عذو أدى وزير الإسكان والعمران والسلاح الترابي السيد أحمد المحمد صحبة مدير ديوان والي العصابة ورئيس جهتها وحاكم مقاطعة كيفا زيارة تفقد والطلاع للأشغال الجارية في عدل المشيات التابعة القطاعي في مدينة كيفا بدأت الزيارة المقرر المجلس الجهوي قيد الإنشاء لتكوم 59 مكتبا وقاعتين لاجتماعات وبعض المرافق الأخرى وقد وصل تقدم الأشغال في نسبة 65% وتوجه الوزير بعد ذلك إلى مدرسة ابتدائية حي غليق والسلمة التي وصل تقدم الأشغال فيها 60% حيث تقرر بناء على تفقد الأشغال الشرع في إجراءات فسخ العقد مع جهة التنفيذ نظر للتأخذ الكبير في الأشغال والبحث على الفور عن جهة أخرى لاستكمال عملية البناء وفق أجال محددة كانت المحطة الأخيرة بالعدادية رقم 5 قيد الإنشاء التي تضم 12 قسما مختبرا ومقرا للمدير وملحقات إدارية وينطر أن تنتهي الأشغال فيها في غضون شهرين وفي ختام زيارته أدلى وزير الإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي بالتصريح التالي لمكتب قناة الموريتانية بولاية الأصابة هذه زيارة اليوم في مدينة كيفة تدخل في إطار زيارات الاطلاع التي نعدلها سواء في مدينة نوعك شفوط ولا في داخل البلاد إياك نشوفوا مدى تقدم الأشغال في جميع الورش العمل اللي عند القطاع وهي خاصة لأنه قطاع يجي إياك يدعم القطاعات الأخرى كيف تعليم كيف تصحها كيف تليدارة معناها أنه الأشغال اللي عنده لا بدأ يوفاوا في الأجال وتعود فيهم اللي نجودة المطلوبة خلال هذه الزيارات فتعدلت ملاحظات عديدة للمقاولين في المرة اللي فيتا وقدتها لهم بشكل فردية هذه المرة مضطرة أن نقولها بشكل عالني على أن أي تأخر في الأشغال ما هو مقبول وعلى أنه أي حد شفناها على أنه ما عنده نية على أنه يوفيها على أنه ينفسه العقد وعلى أنه مملي أي حد عنده وراش عمل متأخرة أنه ما يطمع على أنه لا يقبض عمل ثاني من جزارة الإسكان يعني بكل تأكيد يعني كل حد ينتبه الرأسه لينعلها مرة أخرى على أن أي رجاج عنده عمل متوخر لا يطمع على أنه لا يجبر أي صفقة من قطاع الإسكان ومقبول بطريقة ما قدوا نشتغلوا بها داعي جميع المقاولين لأنهم يسرعوا واترت الأعمال ويعدلوها بالطريقة التي تم تعاقد معهم عليها يكان أمور قطع